الدورة الرابعة والسبعون لجمعية الصحة العالمية شهدت إشادات وإثناء العديد من دول العالم على جهود الصين لمساعدتها ودعمها في مكافحة فيروس كورونا الجديد اللقاح الصيني أثبت فعلياته وجدواء ثم قامت الصين بمساعدة العالم وتوزيع هذا اللقاح على معظم الدول العالم خاصة الدول النامية والدول الفقيرة في إطار تعزيز الصين للاقتصاد العالمي في إطار تعزيز الصين للصحة العالمية وهو ما كان محل إجماع وشكر وتقدير من الجمعية العامة للمنظمة الصحة العالمية والتي أشهدت بدور الصين الحقيقي والرائد في اكتفاء وفي مكافحة هذا الوباء وفي إيجاد أرضية عالمية من التعاون المشترك للسيطرة عليه الدبلوماسيون المصريون يعتبرون الدول النامية محظوظة بتلقيها ملايين اللقاحات من الصين على هيئة منح وهدايا فضلا عن استقبالها الخبراء الصينيين لمكافحة الوباء للصين أن تفخر بما فعلته حتى الآن في إبداء هذه الروح روح التعامن والتضامن مع كل دول العالم في كل مناطق العالم أنا أتحدث عن أفريقيا لأن مصر بلد أفريقي ولكن مساعدتها امتدت لكل دول العالم وزيرة الصحة المصرية هالة زايد تحدثت أمام العالم عن التعاون البناء بين بلادها مع الصين لنقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات لمصر الصين انفرضت بهذا ولا تود أن تحتكر هذه التكنولوجيا ومستعدة أنها تنقل هذه التكنولوجيا وتساعد الدول النامية في أن تحصل عليها وأن يكون هناك تعاون مشترك لإنتاج محلي وهذا ما نحتاجه بشكل كبير جدا في القرى الأفريقية حتى نكون على أهب الاستعداد لمواجهة مثل هذه الجوائح في المستقبل الصين ترى أن تعزيز التوزيع العادل للقاحات كوفيد-19 على الصعيد العالمي أمر بالغ الأهمية للوقاية من الوباء ومكافحته تقديم الصين مستلزمات طبية ولقاحات للعديد من دول العالم جعلها تنال احترام الجميع في المحافل الدولية وخفف كثيرا من الآثار الاقتصادية والصحية للوباء مستجاب عبدالله سجدين العربية القاهرة